اشتركوا في القناة وتمكن من تجيل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب نوفل الزرهني في الدقيقة السوسين ليمنح فريقه ثلاثة نقاط غالية جعلت فريق سريعوات زم يحلقه عاليا ويحقق الصعود لقسم الأدواء للمرة الأولى في تاريخه وفي المباراة الثانية تمكن فريق راسينج البيضاوية من الصعود هو الآخر إلى القسم الوطني الأول رغم التعادل ديره بنتيجة الهدف لمثله أمام فريق أولمبيك تيرا عن نفس الدورة وكان فريق أولمبيك تيرا سباق لتجيل فتخاءة 15 عن طريق اللاعب يوسف في أشينا بينما عدى اللاعب عبد ملك السرغيني للراك في فتخاءة 25 سنين من عمر المباراة ليحقق أبناء المدرب عبد الحق رزق الله المعروف بماندوزة الصعود للقسم الوطني الأول لمحترفين بعد 14 سنة من انتدار وفي خبر آخر نهازم فريق المغرب الفاسي أمام موضيفه فريق شباب المسيرة بناشيجة هدفين لمقابل هدف واحد برسم الدورة 30 من المنافسات الدورة الشرافي لأنديات القسم الوطني التاني وضيع الصعود للقسم أدواء بغربة وتمكن من تجيل هدفية ممتل الصحراء المغربية كل من خالد سروخ وبلال العفون تهليف تخاءة 18 و85 بينما سجل الهدف الوحيد للماصر اللاعب دي جيكيزا في تخاءة 17 من عمري المباراة وبعد هذا النشيجة ضيع فريق المغرب في فاسي الصعود للقسم الوطني الأول بشكل يتيروا الاستغراب واجعل المشتبع الشأن الرياضي بالبلاد كترح تساؤل حول من كان وراء عدم صعود نمر الصفر لقسم الأدواء اعلمت قناة شوف تيفيه من مصادر رشيد المطلعة أن اللاعب حمزة سمومي مدافع فريق أولمبيك أسافي لكرة القدم متوصل بالتشعر من فريق الويداد البيضاوي بخصوص انتقال ديالول هاد الأخير خلال انتقالات الصيفية القديمة وأكدت دات المصادر أن السمومي كيت تعتبر لحد الآن لاعبا لفريق المسفيوي وأن المكتب المسير للقرش المسفيوي فتح باب مفاوضات مع اللاعب من أجل تمديد لقد ديالولو مع الفريق لسنوات إضافية وفي الأخبار الدولية أنها فريق بير ميونيخ لموسم ديالو بتحقيق الفوز على ضيفه في فريبورغ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة اللي جمعت بيناتهم اليوم سبت على ملعب أريونز أرينا ضمن المنافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر البوندس ليغا وجاءت أهداف بير ميونيخ عم طالع كل من أريل روبين وأرتورو فيدال وفرانك ريبيري وجوشوا كيمينيتش بينما سجل اللاعب نيلس بريتسن الهدف الوحيد لفريق فريبورغ في الدقيقة 47 من عمر المباراة بهذا الخبر مشاهدين الكرام يكون جاهل موجز الرياضي لهذا اليوم نضرب لكم موعد آخر في الحلقة آخرى دمتم في رايش الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة